اشتركوا في القناة مما تجري حاليا عملية تدريب أمريكية بريطانية مشتركة لتفكيك الألغام قرب الحدود البحرية للبحرين مناورات فك الألغام البحرية تشمل التدريب على عملية السفن المضادة للألغام وتشارك فيها مجموعة مروحيات خاصة لرصد الأهداف في عمق البحر وستمكن هذه المروحيات التي تحمل آليات الصنار على متنها من كشف الألغام الموجودة تحت الماء بدقة عالية وتعد الألغام البحرية مشاهدين التهديد الأكبر لحركة السفن في مياه الخليج والبحر الأحمر وبحسب تقارير عدة تقوم إيران باستخدام الحوثيين لزرع الألغام خاصة في الأماكن المحيطة بميناء الحديدة بهدف إلحاق الضرر بالسفن التي تمر عبر باب المندب كما هددت إيران خلال الأشهر الماضية وخاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها بإغلاق مضيق هرمز ويعد ممر هرمز وباب المندب أحد أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم حيث يمر عبر مضيق هرمز 18 مليون برميل نفط يوميا أي ما يساوي 35% من حجم صادرات النفط البحرية العالمية ترجمة نانسي قنقر